وصل فريق الأهل تدريباته استعداداً لمواجهة وفاق سطيفة الجزائرية المقررة لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دور أبطال أفريقيا وانتظم عمر السليا وأليو ديونج في الميران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة كما عاد أحمد عبد القادر للانتظام في التدريبات بعد أن غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بكدمة قوية في الكتف بينما اكتفى محمد عبد المنعم مدافع الفريق بأداء جلسة علاج طبعي في صلة الجم هذا وعقد بيتسوم موسيماني المدير الفني للأهل محاضرة لللاعبين قبل انطلاق الميران وتحدث معهم عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بمباراة وفاق سطيفة